اشتركوا في القناة تكيفت بعض الظهر بمناطق الوسط الغربي بالنسبة للمناطق السحيلية سجلنا ريح قوية وسط أقسها إلى 65 كم بالساعة بمدينة نيبل اليوم في الليل بالشمال يتواصل التقس صافي وقليل السحب بالنسبة للوسط والجنوب يكون فما بعض السحب تتكيفف في الليل تكون مرفوقة بخلايا رعدية وأمطار ضعيفة نسبيا بمناطق الجنوب والمناطق الغربية بالنسبة لدرجة الحرارة تكون ما بين 20 إلى 24 درجة بالشمال تكون ما بين 24 إلى 28 درجة بالوسط وما بين 26 إلى 30 درجة بالجنوب غضوة تقس يكون صافي وقليل السحب كما شوفوا درجة الحرارة المتوقعة تكون في حدود 34 في جندوبة تكون في حدود 38 في القيروان تكون 37 في سيدي بوزيد بالنسبة لتوزر 40 درجة 41 بيكبلي 40 بتطوين ببرج الخضرة 41 درجة أقل شوية بالمناطق السحيلية 34 بيجيبس 33 بيسفيقس 31 بالمهدية 33 كذلك بسوسة والمونستير 29 بينابل 30 بي بنزرد ودرجة الحرارة بالعاصمة تصل إلى 33 درجة من نسبة للميلاحة والصيد البحري البحر يكون مضطرب بسواحل الشمالية الريح تكون غربية فشمالية غربية سرعتها من 15 إلى 25 عقدة مضطرب كذلك بخليج تونس والحمامات سرعة الريح تكون من 15 إلى 25 عقدة من نسبة للشيبة خليج جيبس وجربة الريح تكون جنوبية شرقية سرعتها من 10 إلى 20 عقدة والبحر يكون قليل الافتراب نشوفوا مبعضنا درجات الحرارة المتوقعة ببعض المدن العربية والأوروبية بنواقشة 29 درجة مع بعض السحب بالدال البيضاء بعض السحب كذلك 24 درجة بريبات 26 بالجزائر 32 درجة 32 كذلك بترابلس 34 بالقاهرة بالمدينة المنورة 44 درجة بمكة المكرمة 43 وبالدوحة بعض السحب 42 درجة بأبوظبي بعض السحب كذلك 41 درجة بالكويت درجة حرارة مرتفعة 46 درجة بدمشق 33 بيروت 27 عمان 33 بغداد 44 و32 بالقدس الشريف نشوفوا مبعضنا بعض الدول الأوروبية باستنبول بعض السحب 29 درجة خلايا العادية بموسكو 24 درجة بأثينا 34 تقس مجمس 26 بفيانا بروما بعض السحب 33 درجة بامستردام 23 ببرلين 20 درجة مع بعض السحب و18 درجة بكوبنهاجن بلندن سحب كذلك 26 درجة بباريس تقس مجمس 29 درجة بستوكهولم 17 درجة مع بعض الأمتار بجناف 32 درجة تقس مجمس كذلك ببريكسال تقس مجمس 25 درجة وبمارسيليا 32 درجة بمدريد درجة حرارة مرتفعة 37 درجة وبعض السحب بلاشبونة 26 درجة نشوفوا مبعضنا حالة التقس المتوقعة في الأيام الجاية يوم السبت 11 جويلة التقس يكون عامة صافي مع بعض السحب بالشمال والوسط البحر يكون قليل الاضطراب الريح تكون من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب درجة الحرارة في المناطق السحيلية تتراوح ما بين 30 وال35 درجة تكون ما بين 33 إلى 39 درجة ببقية المناطق يوم الأحد درجة الحرارة تعرف استقرار الريح تتواصل من القطاع الشمالي بالشمال والوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب التقس عامة يكون صافي مع بعض السحب بالشمال والوسط نشوفوا مبعدنا أوقات الشروق والغروب الشروق يكون على الساعة الخامسة واثمانية دقائق والغروب يكون على الساعة السابعة مساء 41 دقيقة كانت هذه حالة التقس اليوم نزيد تعرفوا حاجة أخرين نجمو تزوروا موقعنا ميتو بونتين نجمو تطلبونا كذلك على الموزع الصوتي 88 40 تبعثونا السماس على الرقم 85 0 12 ليلتكم زينة مشاهدة طيب البقيت برامج الوطنية الأولى صفحة على خير صفحة على خير